ملاكات قسم السيانة الهندسية في العتبة العباسية المقدسة تواصل العمل في بناية مدرسة تثقيف الأولاد في محافظة كربلاء المقدسة والتي أقيمت على مساحة تقدر بأربعمائة متر مربع وتتكون من طابقين كل طابق يحتوي على خمس قاعات دراسية فالطابق الأرضي خصصت قاعاته للدراسة التثقيفية الخاصة بالأولاد أما الطابق الأول فخصصت قاعاته لمدرسة دار العلم الدينية التابعة للعتبة المطهرة بعد توجيه الأمانة العامة التابعة للعتبة العباسية المقدسة إلى قسم السيانة الهندسية باشرت كوادر قسم السيانة الهندسية المتكون من الكادر الهندسي والكادر الفني وجميع وحداته من الحدادة والكهرباء والتبريد ووحدة البناء بأعمال مشروع إنشاء مدرسة تثقيف الأولاد التابع لمدرسة دار العلم في العتبة العباسية حيث يتكون هذا المشروع من طابقين يحتوي كل طابق على خمس قاعات دراسية تختص بتثقيف الأولاد وإضافة إلى المحاضرات الدينية تصاميم هندسية وفنية صممت من قبل مختصين وفق المواصفات المطلوبة إذ تم وضع خطة للعمل من خلال تجهيز البناية بأحدث المنظومات الخدمية كمنظومة الإنترنت والتبريد والإطفاء والتأسيسات الكهربائية وباشرت بتنفيذها الكوادر المختلفة من الوحدات في قسم الصيانة الهندسية باذرة جهودا كبيرة في سبيل إنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن طبعا المشروع تنفذ كبداية اختيار الأرض كما ترون اختيار الموقع بالإضافة للتصاميم وعدة من قبل الشعب والهندسية النقاط الخارجية طبعا المنظومات اللي جهزت لهذه البناية من ضمن المواصفات المطلوبة للبناية يعني مثلا على سبيل المثال منظومات الكاميرات الإطفاء الكهرباء والتبريد طبعا البناية مكيفة من كل النواحي يعني مثل ما تشوفون قسم الصيانة الهندسية في العتبة العباسية المقدسة له دور كبير في إنشاء وصيانة العديد من المرافق التابعة للعتبة المقدسة الخارجية منها والداخلية لما له من كادر متكامر شامل يمتلك خبرة متراكمة في كل الأعمال الإنشائية وبكافة المجالات والتخصصات ترجمة نانسي قنقر